بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية القامة على الدكتور صائب عريقات من سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني اليوم بالديوان العام لوزارة الخارجية محاضرة حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك بحضور عدد من السفراء وأستذات من جامعة البحرين والمختصين من الإعلاميين والصحفيين وفي بداية المحاضرة أشهد معالي الدكتور صائب عريقات بمواقف مملكة البحرين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة مستعرضا الجهود المتواصلة في ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني مؤكدا أن ذلك هو الركيزة الأساسية للتعامل مع جميع المعطيات الإقليمية والدولية والاستعادة كافة الحقوق الوطنية والمشروعة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وشدد معالي الدكتور صائب عريقات على تجاوب السلطة الوطنية الفلسطينية مع كل جهد يؤدي إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة القائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تظل إطارا ملائما ومطلوبا لتحقيق هذا السلام الذي يؤدي إلى أن يعمل الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة معربا عن ثقته في أن الشعب الفلسطيني سيحصل على جميع حقوقه وسترى دولته المستقلة بفضل وحدته وبمساعدة الأشقاء والأصدقاء وتمنيا لجميع الدول والشعوب العربية الأمن والرخاء